موسيقى مرحب بكم مشاهدي بيروت اليوم عبر شاشة الام تي في بلبنان والعالم فيما تستمر آلة القتل والدمار الإسرائيلية الهمجية بالنيل من مقدرات وقدرات لبنان واللبنانيين وبالرغم من تعاظم الخسائر البشرية أولا والمادية ثانيا لبنان أمام مزيد من الاستحقاقات وعلى رأسه انتظار غدا قرار منظمة العمل الدولية مينة فاتف أو نهار الجمعة تحديدا وطبعا الأنظار تتجه غدا إلى بريس لاستشراف ما سينتج وما سيتم الإعلان عنه من مؤتمر الدعم الذي يقوده الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون في هذين الشأنين بيسترني وبيشرفني أن أستضيف اليوم دكتور غسان عياش النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ودكتور محمد فحيلي وأنت متخصص في إدارة المخاطر المصرفية واليوم لغريلست يعني تؤثر مباشرة على المصاري قبل ما نخود هذا الحوار في تداعيات إمكانية الدراج لبنان على اللائحة الرمادية خلينا نبلش بشوية إيجابية لأن السودوية يعني مطلقة اليوم نعيش في سودوية مطلقة الإيجابية قد يعني نراها هالبصيص الأمل من المؤتمر المرتقب لمساعدة الشعب اللبناني الذي ينظم الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون غدا هل أنت متفائل بهذا المؤتمر دكتور عياش أنا باعتبر أنه مفروض نشكر الرئيس مكرون على هالمبادرة لأنه هي تؤدي لشي واحد بس أن يبقى اسم لبنان على الخريطة الدولية خارج الإطار لما شايف أي فويد يعني دايما العطف الفرنسي على لبنان شيء إيجابي أنه عم بيضل يقلنا في لبنان لأنه هلأ نحن بيعصر صراع إيراني إسرائيلي أو إسرائيلي إيراني عم بيجي بيقول أنه في لبنان فاللي بيطلع من المؤتمر هو أنه تعاطف مع لبنان أما أنه يطلع لنا شيء من المؤتمر أنا ما بعتقد لسبب أنه أول شيء مفروض يكون في دولة مستقرة لحتى الناس يقدمونها تانيا المفروض هالدولة يكون عندها مشروع أو شريع يعني رحنا نحن قابل على باريس واحد واثنين وتلاتي رح نحكي عنه وتلاتي وأربعة وسادر بس اليوم تختلف الصورة اليوم هيدا مؤتمر إغاثي وليس مؤتمر دعم بمعنى الدعم لأقتصاد نتظيم هو كاتب يعني مكتوب بالدعوة الفرنسية شفتها أنه نوع من التضامن مع لبنان وإلى آخره اليوم يعني هي بس قصة الإغاثة بيطلع شيء من الإغاثة ما منقول لا يعني بس أنه هيدا منه شيء مهم يعني كان أهم طالما عندنا رئيس حكومتنا هناك كان أهم لو الحكومة عندها مخطط عندها مشروع حتى رغم الحرب الموجودة وتروح بها المشروع هيدا وتتلقى دعم دكتور فحيلي اليوم هل يعني بضعة ملايين ننتظرها لأنه تشير التوقعات وبعض المراقبين والمتابعين تحدثوا أنه عن إمكانية يعني أن ينتج عن هذا المؤتمر دعم لبنان بما بين 250 مليون دولار إلى 280 مليون دولار أهمية ما فيه هل هذه تشكل هيك أكسيجان صغير ولا أهمية ما فيه المؤتمر هذا هو الهدف منه الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وعن بحيو القدر المستطاع ما يعطيه طابع سياسي لشان ما يكون مشروط بإصلاحات فكل ما ينتج عنه بلجهة إغاثة الشعب اللبناني بعتده هو إيجابي ومثل ما قال دكتور عياش على الأكيد إذا الهدف إغاثة حيكون فيه أموال بالواقع التوقعات هي بالأكتر من مليار مش بس بالملايين لأنه في عندك الإغاثة اللي هلأ عم تجي مش أموال مواد طبية وحصص غزائية هالمؤتمر هو أموال وبد يكون وصولها إلى الشعب اللبناني مش إلى الدولة اللبنانية بطريقة أو باخرى لأنه نحن عم نشوف في مساعدات كتير بس في جزء كتير من الناس حين السماع لم يصلون شيء وحاجاتهم تختلف إضافة إلى ذلك في عنا نحن اليوم النزوح مش ساعة أو ساعتين ولا يوم ويومين إسرائيل كل يوم عم تدمر منازل وإمكانية العودة صارت شبه مستحيلة خلال سنة أو سنتين فنحن بدنا نروح باتجاه بيوت مؤقتة ومع شبه ذلك وهذه بدأ موارد وأنا بأعتقد هذا جزء من الأهداف المؤتمر اللي على وشك أنه ينطرق ببريس غدد يعني إذا بنحكي شو اللي نطرنا ما بدنا نزيد على قلب الناس بس هاليومين شفنا في عنف كتير قوي واليوم على صور اللي هي مدينة عزيزة عقل كل لبناني مدينة في حياة وسقافي وتاريخ هالي كسنجر اخترع طريقة بالتفاوض لما كان عم يفاوض على موضوع فيتنان بيحكي مع الفيت كونغ على الحلول بيقدم ورقته بيقوله لا بيروح وبيبعثوا الطيارات تضرب 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 كات أربعة أيام برجع بيجي كمان لا نحن بلا في ليب حبيب مع أبو عمار عونبي لبنان كمان جرب أنه أنه علماء بالخروج لما أبو عمار منظمة التحرير ما توافق كان يبعث يضرب لا حد ما صار حل فيمكن هلأ أوكشتاين علم أنه ما راح يطول بقاله جمعتين ثلاثة أوكشتاين هلأ ما اعتمد نفس الطريقة بالتنسيق مع الإسرائيلية يعني ولا هو بده ولا ما بده إنما هو عرض مشروع من قبل ضربه هلأ بعد شوية برجع بيجي هو بفاوض فلذلك نطرنا أيام صعبة والإغاثة ضرورية بس أنا ما عم شوف إنه الإغاثة عم تنطرح بس يعني الحاجات حاجات غزائية وهيك يعني عم شوف مثلا إنه الدفل السكن نعم شغلي صعب يعني حتى في في موضوع سيطرح على طاولة مؤتمر بريزو هو دعم الجيش اللبناني بس السؤال يمكن إذا طرح دعم الجيش اللبناني قد نتحدث عن عن مليارات مطلوبة لتجهيز الجيش اللبناني ودعمه بس اليوم السؤال رح أطرحه لدكتور غايش لأنه أنت لتني ما وقتحكي السياسة هل بعد فيه أصدقاء للبنان حتى يدعمونا بمئات ملايين الدولارات لا شوفي هل الأصدقاء حاضرين بس ممتنعين والسبب هو الوضع السياسي اللي كان بها للفترة السابقة يعني يمكن على عشرين سنة أنه الهيمنة على السياسة لبنان الخارجية حملت لبنان على موقف ضد أصدقائنا الحقيقيين نحن أصدقائنا العرب بالدرجة الأولى يعني قبل فرنسا يعني المملكة العربية السعودية والإمارات ولكن كان فيه تهجم على طول عليهم ونحن واقفين بعز الصراع الإيراني العربي نحن واقفين على جنب مع الجهة الإيرانية وإن كان وزير الخارجية أو فلاني بيحكي بسلوب ديبلوماسي بس هذا واقع الحال ما تغير كتير هالواقع لماذا ننتظر مساعدات بملايين الدولارات غدا نحن ننتظر من هول يعني لحد هلأ العرب الأمريكان غير مشاركين بشكل مباشر مشاناك أنا ما بشوف شي نتيج فعلية بس اليوم مفروض يكون لبنان غير لبنان السابق يعني نكون تعلمنا من الدروس ويكون فيه قناعة بأنه نحن موقعنا بالصف العربي لو تعلمنا من الدروس دكتور عياش للأسف ما كنا اليوم عم نعيش لا حد هلأ ما أتعلم يعني مش الكل أتعلمه لا مش الكل أتعلمه 2006 منا كتير بعيدة ماذا يعني إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا سمح الله بعد غد الحديث عن اللائحة الرمادية بالنسبة للبنان مبالغ فيه كتير كتير نحن سابقا وترجلنا على اللائحة الدول الغير متعاونة لجهة مكافحة طبيعي الأموال وتمويل الإرهاب التسعة وتسعين كنا مفلسين إجرائيا وقانونيا كنت المصارف ما تعرف شو بدأت تعمل تتكافح طبيعي الأموال ما كان عنا قوانين وتتأسست هي التحقيق الخاصة في 2001 بموجب قانون 318 رئيس أركانج يوش ضباط الأمتثال الدكتور محمد بعصيري قاد معركة مهمة وأعيد لبنان على لائحة الدول المتعاونة اليوم عنا القوانين أهمهم قانون 44 2015 عنا هيئة وطنية لمكافحة الفساد عنا كوادر وقدرات بالقضاع المصرفي بتعرف شو معناتها محاربة طبيعي الأموال وأنا بعتقد أكبر دلالة خلينا نوجه له تحية لدكتور محمد بعصيري حلو الواحد يعترف كمان بأشخاص قدروا أن يشكلوا محطات أنا أسميته رئيس أركانج يوش ضباط الأمتثال لها السبب هذا لأنه قاد معركة الجهود وكان يقود أيضا الوفود المصرفية إلى الولايات المتحدة وإلى الفيدرالية الأمريكية لحماية النظام حافظت على علاقة جيدة مع المصرف المراسلة لجهة مكافحة طبيعي الأموال لجهة المخاطر الاقتمانية واليوم ماشي شو معناتها إدراج لبنان على لائحة رمادية فقط هالتدابير اللي بتخذها هالمصارف لتأمين فاتورة الاستيراد أو لتأمين التحويل أو أي شي ذلك بدأ شوي تصير متشددة أكتر يعني بدأ يصير في إجراءات متشددة أكتر أنا بأعتقد هالمصارف هايدي اللي حافظت على علاقة جيدة سوف تستطيع أنه تقدر تتجاوب مع المصارف المراسلة ولكن المصارف الأخرى بأعتقد ما حيتغير فيه شي يعني اللبنان ما حينقطع عن الخارج هيدا على الأكيد وأنا بالواقع نظرا لتقييم مجموعة العمل المالي لجهة إدراج لبنان متعاون جزئيا بست معايير من أصر الأربعين يعني العلامة اللي أخذها لبنان هو 85 عالمية بأعتقد علامة كتير جيدة ما لازم تروح باتجاه إدراجه على اللاقة حرمدية بأعتقد يا بدي يصير في تأخير ب توصيل القرار إلى السلطات المختصة بلبنان أو ما وصلوا من سنة سرلوا سنة بيعطونا بس ما صارش في بلبنان لاحظي شو عانا لبنان من سنة لليوم يعني اليوم أنت عندك ببداية الحديث دكتور عيش قال نحن معنا سلطة كاملة متكاملة يعني أنت اليوم وقتا بدك تخدي القانون مثلاً 44 2015 اللي أدرج 21 جريمة مالية واضطر أنه يلغي نهائياً القانون 318 يعني أنت شتي بإطار إمكانية تنفيذ هالقانون هيدا بدوا بنية تحتية قوية ما قدرنا تنفسنا لأنه بلشنا بالحرب بسورية وتداعيات الهجرة السورية إلى لبنان وعننا تجاذبات السياسية وبلشت تنفضح ضعف البنية المالية عنا بلبنان لجهة وزارة المالية وما أشبه ذلك وفتنا بمشاكل متعددة لهذا السبب هيدا أنا بعتقد مجموعة العمل المالي على يقضة أنه لجوء المكونات المجتمع اللبناني إلى التداول بالأوراق النقدية ليس رغبة منهم بطبيعي الأموال ولكن قلت ثقة بالكيان بالمنظومة المالية وأنا بعتقد هيدا العمل اللي لازم كان مصرف لبنان يركز عليه نحرج على طبيعي الأموال ولكن من وجهة نظر مصرف البنان حكي من وجهة نظر المصارف دكتور فحيلي لأنه يلي عنده علاقات مع المصارف المرسلة ما رح يتأثر واللي ما عنده أراد يمع عنده من قدار 2020 من وجهة نظر العمل كمصرف مركزي كيف يتأثر ذلك بإدراج لبنان على اللي إحراماتية المصرف المركزي بمنع عنها المسألية نعم بس دكتور منصوري كان عم بيقود صار له شهور المحادثات لتجنيب لبنان يجرب وهو يعني على كل الأحوال بره فهمه الموضوع أنه في لبنان في نظامين ماليين في نظام مالي رسمي على رأسه البنك المركزي علما أنه سمعت البنك المركزي بطبيع الأموال منها منيحة يعني بمرأت بمرحلة صعبة أنه كان هو المتهم بطبيع الأموال أنا ما بعرف هاي متروكي للقضاء بس الدكتور منصوري جرب معهم تنعوا هني بأنه مظبوط نحن يعني البنك المركزي عم يعمل شغله المصارف عم تعمل شغله يعني المصارف كمان اليوم بترقب كل عملية مالية كل شغل يتمرق بالنظام المصرفي عم تترقب من قبل البنك اللي عم يعمل العملية من قبل هيئة التحقيق الخاصة فيه ماشي الحال تمام بس فيه نصف تاني هو نشاط مالي خارج هال النظام المصرفي يعني أنا إذا بدنا نقول نحن هلأ اليوم كل الناس عم تفتش على أنه حزب الله شو كان عمل إشياء يعني أو سلبيات أنا بحب ضيف هاي السلبية إنه إنه في قسم نشاط خارج إطار النظام المصرفي خارج إطار مصرف لبنان عن طريق الكاش عن طريق الحدود المفتوحة واللي ما هذا في سيطر عليها هايدي سيطر كتير سيطر لسيطر لبنان قدام ونظمة العمل الدولية بدنا نحكي بالواقع ما بق في سر على حدا وكل الناس واعية وعارفة اليوم عم بتقلي إنه الكاش بين الناس ناتج عن إنه ما في سيطر المصارف فتح الموضوع أنا كنت أسألك اليوم في عندك 800 مليون دولار 700 مليون دولار باعتراف حزب الله نفسه تجي من إيران سنويا إلى لبنان خارج اليوم الأنظمة المالية أو الأنظمة المصرفية اليوم لبنان يفتقد إلى البنية المالية اللي حكيت عننا إن كان مؤسسات إن كان جمارك إن كان بضائع إن كان تهريب حدود إن كان كاش أو غير كاش أليس ذلك اليوم يعني واضح بشكل واضح أنه هالبيئة اللي غرآنين فيها أو هالطريقة العمل تنظر بإمكانية أنه يكون فيه استغلال لوصول أموال إلى لبنان ناتجة عن الطبيض هلا أبدأ من الآخر طبيعي الوضع القائم بلبنان على الساحة النقدية بيعتي مساحة إضافية لمن يريد الاستياد بالماء العكر طبيعي وهذا بعتقد من صلب اهتمامات مجموعة العمل المالي بأي قرار ممكن تاخده بس لحنا بدنا نأخذ بيعين لأعتبار إذا الأرقام اللي أنت ألتيا 800 مليون دولار 700 مليون دولار لا لا مش إن شاء الله بإقتصاد حجمه 18 مليار اليوم إضافة إلى شوية إنكماش اقتصادي يعني أنت عم تحكي مبلغ كتير صغير تحت تاخدي قرار بمعاقبة استقدرات البنك الدولي أنه خمسين بالمئة من الناتج المحلي أنا ما عم بحكي عن الكاشف هذا هذا هي أنا ما عم بحكي عن الكاشف أنا عم بحكي عن الأموال أنا عم بحكي عن الأموال التي قد تدرج تحت مظلة تمويل الإرهاب بسبب تصنيم الأخص الخزينة الأمريكية نحنا اليوم عم نحكي أكيد اليوم وقت أنت عندك عم بتمول حركة اقتصادية بالأوراق النقدية مش بالضرورة هذا طبيعي الأموال ومجموعة العمل المالي على وعي بذلك وبعتقد هالمسيرة اللي عاشتها تضييد أموال بس منه تمويل الإرهاب لا منه تضييد أموال لأنه أنت اليوم تضييد الأموال وقت المصدر الكاشف معروف وين ولا وين عم بيروح معروف أنت اليوم عندك إذا بدك تحكي بتقنيات الأمور اليوم صاحب سوبر ماركت عم يقبط بالنقدة إذا راح على البنك وقال أنا بدي أعمل دبازت مليار دولار حصيلة السنة مفروض البنك يقل له المليار دولار منه جيبتهم بيقلهم مبيعات بدي أعطيني رسيد طيب اللي دفع لك منه يجيب الكاش ما فيك تروح بهالإطار هذا لأنه أنت اليوم موقع باعتراف صندوق النقدة الدولي باعتراف البنك الدولي أنه نحن اليوم لجأنا إلى الأوراق النقدية لأنه ما عنا ملاز آخر أنت بدك تتمول للحركة الاقتصادية يعني أنت شو عندك؟ عندك تمويل الفاتورة الاستهلاكية كاش معقول بس أنا وقته بدي حول لابني أو بنتي خارج لبنان بدي يمر عبر القنوات الرسمية وساعتها أنت مضطر تثبت مصدر الكاش يعني أنا صارت مريحة عم حول مصريات البنك ما قبل أنه أنا بعد شقفة أرض قال بدي اللي يدفع لك أعرف منه يجيب الكاش وهذا دليل على أنه أنت ملتزم بإجراءات متشددة عم توصل لك من قبل المصارف المراسلة اليوم المصارف المراسلة جاسي بدك تثبت بوثائق أنه أنت مصدر الأموال شرعي وهذا يختلف عن السابق يعني كان بالسابق يكفي الدكليبيشن التصريح اليوم التصريح ما قلو قيمة ولكن اليوم في كتير أموال ما معروف من وين ناتجي موجودة بلبنان إذا بنا نرجع لخبر الأرض أو البيت داخدهم كاش حطهم بالبيت كل شهر بتحط عشر عشرين تصرفون عشرين ثلاثين يعني أنا اللي بدي أقوله أليس اليوم الواقع الذي يعيشه لبنان بظل خروج قسم كبير من أشخاص عايشين في لبنان ما بيستعملوا النظام الرسمي ألا يؤشر إلى أنه لبنان قد يكون مكان مرتفع لتبيض الأموال وتمويل الإرهاب الجوابي بدي زعل مصرف لبنان من الحاكم لأكبر المصارف أنا قناعتي كمصرفي المصارف اللي حافظت على العلاقة جيدة مع المصارف المراسلة أنا بصدق بإجراءاتها بس المصارف الثانية طيب ليش فشلت بالمحافظة على علاقتها مع المصارف المراسلة لأنه إجراءاتها من كتير متشدد شو رأيك دكتور محمد عم بيقول ليش في كاش ايكونومي نعم فبيقول يعني أنه عدة أسباب بس أنا السبب النهائي الأساسي ما عم دينه بس حزب الله مجبور يشتغل بالنقد لأنه مدرج على العقوبات لا على الخزينة الأمريكية يعني صراحنا الخزينة الأمريكية أو الإيرانية بس هذه إفادة أنه كان في فشل من قبل مصرف لبنان بإدارة العقوبات الأمريكية هذا موضوع ما فيه يعمل شيء يعني اليوم حزب الله ما فيه يفتح بالمصارف يحسبه وأركان حزب الله ما فيه يفتحوا بالمصارف يحسبه خلقوا بانك لألن مصرف لألن خاص أنا ما بعرف إذا هذا البنك اللي عم تحكي عنه القرد الحسن هو بنكون بس بعرف أنا بيجي النقدي من إيران بالطيارة أو بالسيارة عن طريق سوريا وما فيه سلطة تفتش بيفوت لعندهم وهني بيوزعوه وبيصير الناس معهم النقدي نعم هيدا سبب أساسي كان بإيصال لبنان إلى إدراجه على اللائحة الرمدية أكيد السبب أساسي بينه مو اقتصاد الكاش أنه فيه على اقتصاد الكاش زاكرت تخذت قرار إدراج لبنان على اللي حرم إذا إذا نتكلم إذا إذا الجمعة الجمعة القرار بس اللي بيقرى الانترناشنال بريس بيقرى رويترس بيقول أنه سيدراج لبنان رويتر عم تستند على اجتماع صار بنيويورك أحد المخاضرين أنت عندك علومات أنه مرحي معقول ما نندرج أنا توقعاتي فيه احتمال كثير ما يندرج توقعاتي ليش؟ لأنه اليوم عم يصير حكي أنه صار أحد المتحدثين قال أنه لازم لبنان ياخد إدراجه على اللائحة الرمدية فرصة لإعادة النظر بإجراءات مكافحة تبييض الأموال مع تيونة سنة فرصة عموما نحن لن نتمنى ذلك لأنه يعني يكفينا من الويلات ومن المصاعب إذا مجموعة العمل والدوال المشاركة يعني نحن اليوم بلشنا بمشروع المؤامرة إسرائيل بدأ لبنان يدرج على اللائحة الرمدية السوداء كل هذا أو السوداء هذا أنا ما بأيمن فيه اليوم أنت في دول عرفين إدراج لبنان على اللائحة الرمدية بدأ يعطي مساحة إضافية للي بدأوا يدولوا بطبيض الأموال وتمويل الأرهاب لهذا السبب هذا أنا بأعتقد إذا بفكروا مليا بدي يكون في قدر المستطاع تأخير بإصدار القرار النهائي لأنه في إجراءات إدارية بعد ما ينتهي الاجتماع لإصدار القرار النهائي ويوصل للسلطات صاحب الاختصاص المؤتمر الصحافي اللي بدي يصير نهار الجمعة بكرة على القمسة ونصف بتوقيت لبنان بدنا نشوف إذا بدي يحكي عن توصيات ولا عن قرارات توقعاتي بدي يحكي عن توصيات ولبنان من موجود على جدول الأعمال عم يبحثوا بمخاطر مكافع تبيض الأموال وتداعيات على الاقتصاد ذات النامية اللي بدها نمو اقتصادي يعني هدول هالاقتصادات هدول وأنت بتحطهم على اللائحة الرمادية شو معناتها؟ معناتها انساء أي أمكانية أن يجي أموالها من الخارج وأنا بعتقد أخطاء مصرف أخطاء مصرف لبنان بالتعاطي مع حجم الكاش والتحويل من الخارج بلشت بال2008 وال2009 مش من اليوم ونحن اليوم واللي سبب وساعد بنمو القرد الحسن هو فشل مصرف لبنان بالتعاطي مع العقوبات الأمريكية لأنه ما عالج ما يسمى ما بعض شو التعبير باللبناني الانترنال دي ريسكينج يعني نحن اليوم مصرف لبنان مهتم بالإكسترنال دي ريسكينج بدوا علاقة المصرف اللبنانية بالمصرف المراسلة عفوا يعني هل كان بالإمكان لمصرف لبنان بالواقع السياسي القائم أنه يكون عنده كلمة أو طرح لإدارة الأموال بعد إدراجها على العقوبات هذا السؤال لألك عفوا يعني اليوم عم بيقول أنه مصرف لبنان فشل كان لازم يتدارك من بعد العقوبات كان لازم يتدارك ويلاقي طريقة لإحتواء هذه الأموال من يريد على مصرف لبنان؟ أنا ما بشوف وين الطريقة ما في طريقة حتى لو عنده خطة وحتى على الطاولة مين بدو يتطلع بهذا لأنه بجت حزب الله بجت كميري من صغيري يعني فتعلق بألاف رواتب ألاف المقاتلين بسمن أسلحة إلى آخر هؤلاء عم يجوا ما فيهم يفوتوا على القطاع المصرفي ومصرف لبنان ما بيقدر يفوتون على القطاع المصرفي ما فيه غير الخزاني الأمريكي هلأ يمكن بالوضع الجديد تخف هالموازنة هاي هل نستطيع أن نقول اليوم أنه وجود شريحة تقوم بمعاملات مالية خارج النظم المؤسستية في لبنان قد تكون حتى ما نكون عم نتهم قد تكون هي وراء وصول لبنان إلى أدراجه على اللائحة الرمدية اليوم أنا ببدي قارن هالشريحة أو هالمؤسسة المصرفية اللي بيعتمد عليها حزب الله لحجم الاقتصاد اللبناني أو حجم التداول بالكاش حجمها كثير صغير يعني اليوم أنا نحن عم نحكي عن 800 مليون فقط هؤلاء اللي بيجوا من إيران سنوياً سنوياً الوضع السياسي وين المؤسسات اللي يعني الوزارة الخزان الأمريكية كشفت عن أشخاص يمولون الحزب من أفريقيا ومن فنزولا ومن الولايات المتحدة يعني طرق طائرات وغير طائرات والنشاط التجاري خارج إطار جمالي يعني طبعاً طبعاً نتكلم عن أكثر من مليار عندما بس الدكتور عيش كمان بيعرف إنه بالتسعينات كانت المصارف تروح على برازيل وعلى سوريا وتشحن الكاش وتجيبهم لعنده وكانت اكمارهم ومن أفريقيا وتغيرت بتضبط بتضبط هيدا بيت الأصيد بالـ 2024 تغيرت إذا اليوم اليوم الضغط الأساسي على إدراج لبنان على اللائحة الرمادية نعم أو لا أنا أنا بشك بس فشل الطبقة السياسية بالتعاطي مع واقعة حزب الله ممكن يكون سبب أنا بقول دكتور عيش أنا بقول بأنه مصرف لبنان عكس رائعك يعني طبعاً ما بيقدر يحل هذه المشكلة هيدا أكبر من إمكانيته عدعاً إنه خارج إمكانيته هو بيقدر يتعاطى بالعمليات اللي بتفوت بالنظام المصرفي أما اللي خارج النظام المصرفي ما بيقدر إنه بيقدر يكافح يمنعها تكوت على النظام المصرفي عم يعملها هذه كينا أنا بدي سأل سؤال هون وليس أيضاً تهجم ألا يجب أن يكون القرد الحسن مرخص من مصر في لبنان دكتور عيش يا لطيف أنا نقذ التسليف واضح يعني هذا شيء من المسلمات لأنه خاصة القرد الحسن عم يشتغل بودائع تسليفات الناس هؤلاء أموال مفرولة تكون تحت رئابة مصر في لبنان ولجنة الرئابة خدمات ما بيحقق له يقدمها خدمات ما بيحقق له يقدمها لأنه حدث الأعلامة بإسم حزب الله قال أنه الجمعية أنه القرد الحسن مرخص و من وزارة الداخلية أعتقد أنها كجمعية مرخصة من وزارة الداخلية مرخصة بمجمعية نعم كجمعية مرخصة كمؤسسة مالية يعني هي القرد الحسن تقوم بمعاملات مالية خارج الأنظمة المرعية الإجراء في لبنان فتحها حسابها أسعد من هك اليوم أي مؤسسة تجارية أو مؤسسة لا تبغير بحيية ما بيحقل تشتري إذا مصرف لبنان من موافق لا كيف تتمصرف لبنان يعمل إدارة إذن لكل هذه السيوات أنا 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 أحكي نحن من الهفو الوحيد الذي عمله محمد عفيف مع احترابنا الشخصي له لأنه اتفاجأنا لما قال المرخصة هو تهجمه على المتوكس وعلى الإعلام بغير محل ومطلق يعني ونحن أعبر عن تضامني مع المتوكس ومع مع الإعلام الوطني أنه من المشكلة هون شوف وين المشكلة نعم نعم لازم نوقف ننتقد قول الحقيقة بالواقع وأنا بوافق مية بالمية بهالإطار بس نحن بدنا نحكي اليوم أنا أو اللي عم بطرح و هالمشكلة نحن نحن نحكي عنه مقارنة بالاقتصاد اللبناني شو هو أنا أنا ما عم بحكي عن ميزانية حزب الله عم بحكي عن الاقتصاد اللبناني إذا الاقتصاد اللبناني 120 مليار مش 18 مليار وموازنة مش موازنة الأموال اللي تدخل إلى لبنان خارج النظام المصري في مليار ما بدأ لك أكتر مثلا يعني خمسة بالمية من حجم الاقتصاد برأيك قليل هيدا المية عم نحكي مينمو تتعاصس الاقتصاد كله أكيد أكيد بس بدي سي إلو إدارة مختلفة يعني اليوم إذا أنا بيأخذ خمسة بالمية من حجم اقتصاد فرنسا أو من حجم اقتصاد أنا أنا أحكي عن طريقة المعالجة طريقة المعالجة ما بتكون بإدراج لبنان 1% 0.2% ما بتكون بإدراج لحظي لحظي اليوم لحظي اليوم وقت ضيقنا الخناء على حزب الله نمي القرد الحسن راح لخدمات مصرفية رديفة كل ما ضيقت الحصار أنت عم بتجيز اللي بيمشي بالنظام أنت اليوم المؤسسات اللي عم تدفع ضرائب هي المؤسسات النظامية ولا اللي عم تدول بالكاش مؤسسات نظامية يعني كل ما ضيقت الحصار على الاقتصاد النظامي عم تعطي مجال الاقتصاد الغير نظامي أنه يفلش وأنا بأعتقد هيدا المشكلة اللي أنا عم عيش بأي قرار مكن تاخد مجموعة العمل المالي وأنا بأعتقد هنا على بينا يعني النقاشات اللي صارت بالبحرين راحت باتجاه ومشكور فريق عمل هي التحقيق الخاصة بالطريقة اللي طرح ملف لبنان أنه نحن هذا الواقع اللبناني أنتوا شو بتاخدوا قرارات بدي يكون إلا عن عكاسات حتى اليوم المصارف اللي عام لعم تحافظ محاربة الفساد وطبيض الأموال والمخاطر الاتمانية زادت بدي يكون أنتوا تزيدوا الإجراء أنا بعد أتفاجي بالأرقام حقيقة لأنه أنا بيقول الدكتور وحضرت كنت 800 مليون دولار هم نعطي هذا اللي صرحوا فيه أنه 8 مليون دولار تدخل من إيران مباشرة تدخل من إيران مباشرة 10 مليار الأرقام الأرقام بتخوف وقته تشوف أنت ميزانية حرب أو التحضير إلى الحرب لا شك بهذا الموضوع أيضا بس نحن 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 اليوم كان في أحد ضيوف الام تي في عم بيقول تطلوا على لبنان اللي بيشتغل بالنظام كيف عيش بأمان واللبنان اللي عم بيغرد خارج النظام والدستور ما أشبه ذلك كيف عم بعين الأمرين نحن اليوم عم نحكي إديش أنت بدك وقتا أنت تدرج لبنان الكيان على لائحة المادية استهدفت لبنان الكيان مش جونية ولا النبطية وهون أنا اللي عم بحكي بيت الأصيد يعني اليوم مجموعة العمل المالي على بين ونحنا بدنا ناخد بعين الاجتماع هذا بيحتوي الانتربول صندوق النقد الدولي البنك الدولي الخزينة الأميركية كلهم عم يسمعوا النقاش وعم بيحكوا بالموضوع أنا بعتقد الجهود اللي عملها مصرف لبنان راح باتجاه ما يسمى بالإكسترنال ديرسكن بدوا المصارف المراسلة تحافظ على علاقة جيدة مع المصارف التجارية لسوق الحظ مش مشكور علي مصرف لبنان لأن المصارف التجارية عملت الدرفوار طبعتها ومشكورة لأنه هي اللي بتتعاطى مع المصارف المناسب لأنهم صرروا من صرر قادة اليوم من أشهر طويلة لأنهم علاقة مع المصارف التجارية 60 و70 سنين تضبط تضبط لا بدهم شاكرون لا بدهم شاكرون أنا أرجع لنقطة أساسية طرحتي أنه هل يحق للقرض الحسن أنه يشتغل بودايا الناس وبالتسليفات هذا شي يعني لو ما كان هني هذا يعاقب عليه بالسجن بالقانون حسب القانون ممنوع الواحد يشتغل بأموال الناس أنه يأخذ ودايع إذا ما نهو مرخص ويعطي التسليفات بده يكون مرخص كمؤسسة مالية أي نزاع قانوني أي نزاع قانوني بين زبون القرض الحسن والقرض الحسن اليوم أنا أعتقد ما في محكمة فيها تحلو أخذ لي وديعتي ما بيحق أنه يأخذ وديعه أنت عطيته مصاري يعني هونيك بتنتهي وحق الجمعيات يعني أفن فضل لا أنه المشاكل اللي عم بعيشها نحن ما بنعرف حجم الخسارة اللي مونية فيها وشو بدي يصير بعدين يعني الله يساعد الناس حتى الجمعيات يعني كلنا مطلعين ومنعرف أن الجمعيات بتقدم لوزارة المالية بكل آخر سنة بيانات المالية هل فعلا كانت تقدم بيانات المالية للقرض الحسن إلى وزارة الداخلية عند نهاية كل عام مفهوض يكون أقفل مدعج على لائحة العقوبات كيف بدي أقدم المشكلة عندهم هي يجب يكون أقفل حتى قبل العقوبات ضمانات 2007 نزلت العقوبات صغيره زمان ضمانات اللي اتخذت مقابل القروض اللي عطوها يعني اللي هي دهب دهب نعم إن شاء الله يكونوا عملوا طريقة قبل وحافظوا عليها مشان الناس يعني طبعا طبعا وهذا من يعني من حرص لأنه اليوم مثل ما قال دكتور فحيلي لأنه مؤسسة خارج الأطر التنظيمية لا يمكن ل المتعاملين فيها من المطالبة من المطالبة بأي حق لأنه من نظر مصر في لبنان ما في حلو يربط ولا حتى القضاء ولا حتى القضاء في حلو يربط هل فعلا حجم الاقتصاد النقدي يقدر يوم نحنا 18 مليار ذكرت ونكمش بعدها كثير بها الفترة الأخيوة دون 18 السنة دون 18 مليار يعني اليوم هالمساعدات اللي عم تجي عم توفر على الدولة نفقات بميزانية الدولة هدا بيأثر بالالفين وارب وعشرين ما كنت تتوقع أن يكون بعد ما كينا بالزراعة عشرين بالمئة من الأراضي الزراعية ما عدو كنت تتوقع أن يكون نتج المحلي الإجمالي للبنان مع نهاية لالفين وارب وعشرين ولا ما بيعتقد أبدا أكتر من 16 مليار أو 17 مكسموم يعني توافو أنا إذا بتخدي من الجنوب للبقاء وصولا إلى الضحية أقل من هكذا أقل يعني 15 أو 16 مليار على أفضل الأحوال تاب اليوم هل فعلا حجم الاقتصاد النقدي لأنه في بعض دراسات تشيري لأن الاقتصاد النقدي بلبنان يقدر بـ 11 مليار دولار وعندما نتحدث عن اقتصاد نقدي يعني لن يتأثر بالحرب وغير الحرب لأنه هذا نقدي هل ما هي مخاطر كيف يجب على المشاهد أن يفهم أنه 60 أو 70 بالمئة من اقتصاد دولة نقدي ماذا يعني ذلك يعني خارج النظام شو يعني خارج النظام وخارج الرقابة خارج الرقابة خارج الرقابة يعني ما في حدا يرأي بهالعمليات شو عم بتسير هذا شي خطر جدا لأنه من أهم وظائف البنك المركزي هو أن يمارس الرقابة على الإداء والتسليف إداءة الكتلة النقدية يعني ما نطح سيطرته أكيد هذه شغلة خطرة كتير إن شاء الله أنه نحن هلأ الأتلة اللي عم ناكلها كلنا كالبنيليين أكيد طبعا هذه إن شاء الله تقدي أنه يتحصن الوضع بمعنى نعيد تنظيم حياتنا الاقتصادية والإدارية والدستورية بدأ بانتخاب رئيس جمهورية نعم ما تنتظم العمل عفوا ما تنتظم العمل المالي بلبنان عطيني سنة كان فيها منتظم العمل المالي هو يبلش الانتظام بصدور أنون نقد والتسليف سنة 1963 نعم يعني قبل قبل المرحلة هاي كان ممكن الواحد يفتح محل وكان يصير هيك يعني أقبي شي تجارة أقبي شي بعدين يجوا الناس لأنه هو موصوق يقول له راح نحط عندك هالمصريات يشغلنا إياهم نعم يشغلهم هاي كان يصير بنك هو ولكن بعدين بعهد الرئيس كاميئ شامعون فرضوا على اللي بدوا يشتغل هايك أنه يحط نسمال أعلى إنما بقيت القصة فوضى إلى أن صدر بقاب 1963 قانون النقد والتسليف ممنوع واحد ياخد ودايع إلا ما يكون بموافقة البنك المركزي إلا ما يكون مهمة ممنوع الواحد ياخد وداية إلا إذا موخص إلا بموافقة مصرف لبنان إنه موصف لبنان عطيه رخصة العمل المصرفي إذا ما عنده أيدي الرخصة ممنوع يشتغل هالشغل هاي بس قبل كان صرف إسلامية بعتقد هاي نشأت لمصارف لبنانية هاي بالثقة طبعاً نحتكم إليا وما في عندنا سبيل غيرة وإلا مروح من نعيش بالغابة بس أنه اليوم بيضل إنعدام السقة هل ممكن لهم شريحة من العالم أنشأت ما أنشأته من مؤسسة ميلية لتخدم حاجاتها؟ هلأ فيه عم تعميم زيادة عن لزوم بسؤال تبعك لأنه نحن عم نعيش أزمات المصدر التبعه السياسي بعد كل عشر سنين هاي دي أول مرة منعيش أزمة المصدر التبعه كان أداء مصرفي أو أداء سلطة نقدية تختلف أداء السلطة النقدية بعتقد كان أكبر أخطاءه بال2008-2009 وقت صارت الأزمة المالية العالمية وأرجى قبلية مصرف لبنان والمصرف التجاري على استقبال سيولي خارج إطار قدرة الاقتصاد الوطني على استيعابه بطريقة منتجة فأخذتها الدولة وهدرتها هلأ اليوم نحن بالنسبة لحجم الاقتصاد الكاش في فرق كبير جاسي بين ما هو يتم التداول فيه بالاقتصاد لتموي فواتير الاستهلاك وما أشبه ذلك وما هو مخزن بالخزنات الحديدية لأنه اتنينتهم جزء من كمية الكتلة النقدية الورقية اللي موجودة بمتداول الناس وأنا أعتقد وقت بتخدي بتفرق بين اتنين الجزء يعني تقريبا شبه متساويين اليوم لأنه وقتها أنت بتخاف بتصير بتصرف أقل وبهذه الطريقة هادي نعم بدي شير بس قبل أنه رجعة النيران تشتعل بقوة في منطقة الربوة وتعود لتهدد المنازل فطبعا يعني نداء مباشر على الهواء لكل من يستطيع أن يقدم أي نوع من أنواع المساعدة عدم التأخر لطبعا يعني حماية أرواح وأملاك الناس وطبعا الحرش عم بيقولوا مفتح لي عم بيقولوا أن قد تبقوا لنا مفتح لي طوافات الجيش كل الصبح عم تشتغل على ما رجع رجع اشتدت اليوم يعني عاد الحريق متل ما عم نتابع لا يشتد ولا يرجع يمتد ويرجع لا يهدد المنازل للأسف الله يعني أنا عن جد لبنان يعني مقاسة من كل الميلات مقاسة مخاطر مصرفية وميلية مستمرة منذ 2019 الحرب المدمرة للبشر وللولا والناس يعني هو الاقتصاد اللبناني قايم على الأفراد نعم نشاط الفردي الداخلي أو بالخارج يعني هالكتلة الكبيرة من البغتربين اللبنانيين قايم بتساعد غير حق إذا ترجع للمؤسسات لا المؤسسات ما بتساعد أبدا إنما المؤسسات المصرفية بفترة من الفترات لعبة الدور إيجابي بس كيف يعني كانت إيجابي ثقة بأفراد يعني بالعائلات عائلات معروفة تأسس مصارف الناس توصى بإسم العائل يعني أي بس ماذا ما نرجع لا 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 تغيرت العائلة بقى إسم العائلة بصار المصرف في مساهمين من خارج العائلة مؤسسات مؤسسات محلية أو أجنبية وأشخاص وأفراد ما قالوا علي أبيبي بقى العائلة الحق يقال بهالإطار هيدا لموضوع ثقة بتلاحظي وأنا تابعت الموضوع كل الأشخاص اللي بيتهموا المصرف بسرقة أموالهم هن زيتهم وتطلع التعميم الأساسي 150 سمح بفتح حسابات في أش بتسعة نيسان 2020 هن زيتهم اللي هجوا فتحوا حسابات بس أنت بالألفين واربع وعشرين بس أنت بالألفين واربع وعشرين ما في عندك مجال إذا كنت عم تطلع برات الدائرة الضيقة طبع منطقتك ما في عندك مجال ما يكون عندك حساب مصرفي لا سفارة بتعطيك فيزا لا فيك تحجزتك الطيارة لا فيك تسافر على محل وتشتري غرض يعني أنت ملزم بخارج إطار الثقة كمواطن لبناني ضمن الأطر النظامية إذا إذا ندفي عندك أعمال فردية وليس مؤسستية موضطر أنك ترجع تفتح بهذا المصارف يعني شرحتيها بطريقة كتير جيدة المشكلة بالموضوع اللي شرحتيه أنه المصارف ما استثمرت هالواقع هيدا لإعادة ترميم الثقة مع الناس هيدا يعني أنت حطيتي أصبعك على الجرح مثل ما بيقول هل يستطيع مصرف لبنان قيادة المرحلة المقبلة لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي؟ شوف هو إذا كان يشتغل مظبوط بيقدر بس نحن عنا اليوم مشكلة كتير كبيرة في 70-80 مليار دولار اتبخروا نعم من الموجودين ومصرف لبنان ما عنده ولا طريقة لإستعادتهم لأنه مش بيقيدوا هو إذا بدوا يخلص هاي المشكلة بدأ خطة حكومية وبدأ قوانين صادرة عن مجلس النواب يعني لا تكفي تدابير مصرف لبنان هو عمل تدابير عبر التعاميم عوض شيء يعني لا يذكر وكان فيه تأثير من الحكومة نرجع كل مرة بنقول تحديد مثلا سعر الدولار المصرفة اللي هو تدبير منه صعب وكتير هين هيدا ما حدا عم بيعرب له المهم أنه يعني منحلي فتحت هيدا النفذة لأنه أنا كان بدي أعمل حلقة عنا يعني اليوم إذا كان فيه حسنية ونحن نتطلع إلى مصرف لبنان يلي أدار بشخص نائب الحاكم بالإنابة دكتور وسيم منصوري يلي أدار هذه المرحلة وأتيح بعض الصحوبات عبر عدة تعميم مننا المئة ووحدة وستين مئة وستة وستين مئة وثمانة وخمسين بعض مننا ويلي قدر أن يحافظ على استقرار سعر الصارف عن تسعة وتمانين وخمسمية نحن ننشد باسم كل الناس اليوم يلي كلهم انتعبانين على امتداد الوطن يلي كلهم متأثرين يلي عم بتزيد قساراتهم هني أصلا ما بقى عندهم شي يخسرو رجاء لأنه ما بقى رح نشد الحكومة حكومة ما عم تسمع ما عندها أزين لتسمع رجاء 15 ألف للدولار المصرفي هو أكتر من ظلم هو عن جد إجرام بحق كل شخص عنده دولار بهيدا المصرف ومن تعب مش إجرام اليوم يضل المودع يخد دولاره بـ 15 ألف عمل اللي عليه مصرف لبنان لا بس آخر شي كبه عند الحكومة الحكومة كبتها عند وزارة المال وضعت التاصل لذلك لا نريد أنه ناشد هذه الحكومة ليس لها أزين اللي كبه عند الحكومة مش سعر الصرف لأنه سعر الصرف الدولار المصرفي واضح بالتعميم اللي هو قال تسعة وتمانين ألف وخمسمية واضح سعر الصرف بس هو بده الحكومة تحدد ثقوف السحوبات بقانون شبه capital control وأنا بأعتقد هون صار هو دخل باللعبة السياسية اللي شوي ما خدمته لأنه أنا بالنسبة لألي عكس اللي قاله دكتور عياش أنه بالتعميم اللي سهلت السحوبات ما ساعد مصرف لبنان بالعكس أفرغ المصرف من سيولا هي يمكن تكون بحجلة ألا لدعم الاقتصاد أنا بدي المودع أنا بدي المودع أنا بدي المودع تحتى تحافظي على الاقتصاد بدك تطمني المودع على مصرياته وتسمحيله يحصل على اللي بده يا لتمويل فتوة الاستهلاك يعني أنا اليوم بدل ما عاتي تلت دفعات على التعميم مية وثمان وخمسين أو مية وستة وستين فيني يقول له أنا بسمحلك تسحب من وديعتك حديت المئة ألف دولار شرط تستعملن على البونت أف سيل ممنوع تسحبن كاش بتكون أنت غزات الدورة الاقتصادية أعطيته مجال يصرف مصاري وبدون ما تضرب القطاع المصرفي لأنه بتكون أنت سحبت نقدي كاش مية بالمية تتمويل فتوة الاستهلاك عن طريق بطاقات الدفع ويمكن يروح النقدي لمصرف تالي هذا اللي بكربج الموضوع هون هو أنه هي المصارف عم بتمانع وهي ده اللي عم بكربج سياسة مصرف رفع سعر الدولار المصرفي إنه قديش بتكون يصحبوا من عندها سيولة وقدي عندها سيولة ما يصحبوا سيولة عملوها بطريقة بطاقات الدفع وأنا بعتقد نقطة لأثرتية لازم توجهي بملاحظة لوزير الميلي هل يا ترى المصارف اللي عم تدفع لنا الدولار 15 لا تسل لك وزارة الميلي والحكومة ليس لها أذان صماء بس أنا خوفي أنه هن دول المؤسسات هيدول عم بي البيانات الميلي عم تروح على دولار 15 ألف مش 89 ألف وخمسمية بالوقت اللي أنت وأنا عم نفتح عم ندفع فواتير الماي والكهربع 89 ألف وخمسمية تفضل شلي عم بيعرقل دكتور عياش أنا بقول عم بيعرقل مصالح المصارف يعني المصارف عدي عنده إمكانية أن تدفع سيوري هيدا اللي عم بيخليهم هني ترددوا إنما بس ما عم بيقول أنه عم تنسحب سيولتهم بكل الأحوال من خلال التعاميم 300 دولار أو 150 دولار أو سيولة عم تنسحب لماذا استمرار الظلم المودع هلأ الكبير اللي معه مليونين أو ثلاثة أو خمسة وأكيد مش سرقن ومش نهبون مش ناطر الخمسة عشنا ناطر حل كبير خلينا نحكي الأمور التمهية يلي عنده ملايين ناطر الحلول الكبيرة ولا ينتظر الخمسة عش تصير خمسة عشرين أو ثلاثين أو أربعين ولكن هالمواطن هالمودع الصغير يلي بعده المضطر المتقاعد اللي يشتغل كل حياته يلي عنده بعض يعني السيفينجز هيدا اللي عم بيصحب على خمسة عشر ألف نعم هيدا اللي عم يصحب على خمسة عشر ألف وهيدا هو اللي أكلها بس أنا بدي أقول شغلي إذا بدنا ننظر للموضوع بشكل عام بشكل شامل هل يجوز حكومة بعد خمسة سنين بالأزمة ما عنده خريطة خريطة طريق على القليلة خريطة هني عندهم خريطة بدون يشتبوا الودائع وكل العالم وقفت ضد هيدا الخريطة وإنه هني ما بعبنا نعمل هاي خريطتنا أولى شاي الخريطة اللي ما بتخدم الاقتصاد ولا ممكن تبصر النور الخرائط اللي عم تجي بمعالجة مجموعة أو جزء من المجتمع اللبناني اسمهم المودعين أو جزء من القطاع الخاص اللي اسمه المصارف مسؤولية الدولة تجاه المجتمع كله تجاه القطاع الخاص كله مش تجاه مجموعة منه يعني أنت اليوم أي خطة لسداد الودائع فاشلة ولدت ميتة لأن الودائع المكان المناسب لألها والطبيعي لألها بحسابات مصرفية يجب العمل على طمأنة المودعين على أموالهم مصرف لبنان عم يتصرف غلط لأنه ما أخد ولا خطوة بهالاتجاه هذا يعني هو اجتهد على الحفاظ كيف ممكن يطمنهم بدي يجع يعني اليوم التعميم اللي سمح بفتح حسابات بالفرش لبناني وفرش دولار ما سعر شغله عليه ما سعر شغله عليه ما ممكن يقدر يطمنهم مصرف لبنان في عنده هو كتلة نقضية بدأت انشطب من حساباته عم يحطوا العالم حاجتهم قبل ما نوصل على البنوك الشطب مبلش من حسابات مصرف لبنان بكتطرب مني إنه مصرف لبناني يطمن صعبة التطمن إذا هلقد بدن نكون فائدين الأمن خلص نكسروا عم يشتغلوا فيه ناس ضمن الحاجات بالحد الأدنى مصبوط كلنا هيك يعني الحد الأدنى من الحاجات بس أنا كنت بدي أكتب مقال دستوري سؤال يا ترى مستحيل إقالة حكومة تصريف أعمال يعني إذا ما في حكومة تيجي وراها مستحيل مستحيل ومين بدوا يعين وما في رئيس لأنه هيدا الوضع ما بيجوز أبدا يعني هلا عمنا أن نأخذ حريتنا الرئيس الحكومي بباريس ما عم بيسمعنا ما تعتلهم ملائكتو حاضرة ما في مشكلة لا في تتشدد الرقابة على عمل الوزراء بس بي أي عمل بدأ أرارات حكومية تصريف أموال ما فيك تحكمنا يعني حتى بالمجلس النية بهم خارج إطار المحاكمة بس أنت بتعافي أنه بيظل حكومة تصريف أعمال الوزير عنده صلاحيات أكتر من وزارة كاملة المواصفات بس ما عم يتصرفوا بس ما عم يتصرفوا هل يستطيع حاكم مركزي بلبنان ضمن إطار قانون النقد والتسليف والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في لبنان هل يستطيع أن يعمم على المصارف بالصرف الدولار المصرفي بـ 85,000 بـ 89,500 كما هو على ميزانيته هيدا ما بده تعميم ولا بده قرار هيدا واقع الحال يعني أي مواطن بروع على بانك بيقله وصرف لي الدولار مفروض يصرف له يا عب 89,500 العكس بده قرار طيب ما عم بيصرف له يا بيقله 15,000 أنا بعدني مستند على مشكل عشو على تعميم الأخير السيدة رياض سلامي طيب هيدا تعميم من حاكم لا هيدا ليه ما بيطلع تعميم آخر بما أنه الحكومة لم تتجاوب هيدا تعميم غير شرعي ولن تتجاوب غير شرعي لأنه خلي النقطة كتير مهمة ماذا يحدد سعر الصرف لي عبطل المسجلس الدستوري ما أبطل هيدا المية واحد وخمسين تعميم الأساسي مية واحد وخمسين نحن بيهمنا أنه لا تجعل ألف وخمسة كنت بوقت لا ما هو عدل سعر الصرف بس بيق التعميم هو زيته راح من الأربعة ألاف لالتمنة ألاف كيف يحدد سعر الصرف بلبنان بأنو نقد والتسليف نقال بأنه فيه سعر قانوني وسعر غير قانوني وهيدي راحت من أول السبعينات راحت لأنه لأنه بأماركا لغوا العلاقة بين الدهب والدولار فشو صار وضع ليرا اللبنانية من هيداك اليوم لألا سبعين ستين سنين ستين سنين يمكن يحدد سعر الصرف بالعرض والطلب يعني مصرف لبنان كل يوم الظهر بيقول قدي سعر الصرف حسب المداولات الفعلية اللي صارت ما في شيء تاني بيقدر يحدد سعر الصرف إلا هيدا الحكومة كانت محددتها بكل بكل كل ما بتنشأ حكومة ببيانة الوزارة تحدد استقرار سعر الصرف عند 1500 ليرة ويتدخل المصرف 1507 1507 لالدولار بوقت كل حكومة بتجي بدأتعمل بيانة الوزارة تحت تستلمش يحدد يحدد سعر الصرف مستقر ب1507 يعني اليوم أصبح تحديد سعر الصرف بالسنوات الماضية قرار سياسي اللي أعطاء دو أخضر لمصرف مبناني يحافظ على هذا السعر وكان يتدخل يشري أو يبيع مصرف العرض والطلب هو الأساس هل يستطيع الحاكم اليوم بالإنابة أنه يحرر هال 15 ألف ويعمل سعر الصرف لو ما بقى فيه إلا هالدولار المصرف هل يستطيع يلغي تعميم واجبات ويلغي تعميم طبع ال 15 ألف باعتباره غير قانوني لكن هيدا هيدا باب لإنصاف بما أنه فيه توجه يعني محاولة وتوجه لإنصاف الموديعين الصغار منهم طبعا ومش الكبار هذا كمان يريت بما أن الحكومة صماء رح يصير لنا 8-9 شهر بعت لهم البيان المنشدة أنه أنا من عندي رح التزم بـ 89 ألف وخمسمية بموازنة مصرف لبنان بعتها لوزارة المال ومجلس الوزراء لتعديل سعر الصرف بيعا ولم تعدل نطلب من الحاكم الوحيد اللي عم بيشتغل اليوم أنه كمان يحرر هال 15 ألف عبر إلغاء التعميم اللي حدد السعر بـ 15 ألف هو رأيه هاك هو رأيه 89 ألف وخمسمية أنا بعتقد تحديد سعر الصرف بشباط بأواخر ما صار بموجب قانون بأواخر الآف وخمسمية لا تعميم لا تعميم لا تعميم لا تعميم لا تعميم بأواخر الآف وعشرين ومنه بتعميم طلع بيان بتحديد سعر الصرف على منصة صيرفة اللي كان قرر أنه يلغيها 89 ألف وخمسمية أنا بعتقد هذه كانت محاولة مموهة لتمويل الخزين اللبنانية لأنه كانت الخزين اللبنانية عم تقبط دولاره على الـ 15 ألف صارت فجأة تقبط دولاره على الـ 89 ألف وخمسمية يعني هو من مموهة واضحة لا لا هذا تمويل هذا تمويل واضح لأنه أنا جيسي هذا تمويل للدولار المصري هذا قرار من مصر في لبنان لتمويل الدول بطريقة مموهة لأنه وقت راحت الدولة باتجاه دولة إيراداتها وعطيها سعر للدولار فوق المعتمد يعني ساعدها بتمويل نفقاتها وأنتي بتلاحظي الكل بيعرفوا أن الدولة رتيحت بالـ 2024 لجهة إيراداتها طيب منين إجت؟ إجت منها من حيث لا ندري؟ إلغاء تعميم تحرير الدولار المصرفي لأنه تتشعب المواضيع في لبنان بيقولوا لك أنه معاشية موظفين الكتاع العام وغيرها حرر لنا الدولار المصرفي لحتى هالناس اللي عايش حرب نتمنى أن لا تستمر لفترة طويلة تقدر على القليل تكمل بها المرحلة يحدد الصحوبات يحدد الصحوبات يحدد الصحوبات يحدد الصحوبات يحدد الصحوبات عندما تحدد الصحوبات في أول مرحلة لا أحد مانع بالعكس أنت تحافظ على أموال وعلى مقتدرات وعلى تعب هذه الناس يعني بدل ما يسحب ألف ويخسر ألف بيخسر ثلاثمية واربعمية ما في حدا ضد تحديد الصحوبات من دوم صوتنا لإليك أنه لازم السعر يرجع لسعر الطبيعي ولكن بيقدره خلافا للقانون وبسبب الظروف الاستثنائية يحدد سقف الصحوبات بس في سابقا لا يعني التعامل من 158 أول ما طلع حدد جزء من الصحوبات يستعمل على نقاط البيع مضبوط في يعمل نفس الشيء يوم مصرف لبناني قول أنت الوديع أصحاب الوديع مئة ألف ومعدون بيحقلك تسحب الحديث الألف دولار نأدي شهرياً ومفتوحة على نقاط البيع تستعمل للي بدك ياه ما في غلط بهذا الموضوع أبداً أبداً وأنا بعتقد اللي أنت طرحتي كبكة لنأدية كبيرة ولا سحب للي ما داموا على نقاط البيع ومش بالتداول نأدي ما حي يفتح مجال للمضاربين أن يستعملوا وهيدا بدي يكون الدبط بدي يكون من قبل مصرف لبنان قانون تنظيم مهنة الصيرف كتير واضح وبدو يدرب بإيد من حديد وقادر يدرب بإيد من حديد بهذا الموضوع هيدا لأنه اليوم يعني نحن اليوم المشكلة هو بالإرادة يعني أنت فيك تحارب الفساد وفيك تحارب تبيض الأموال لأنه عندك القوانين وعندك القدرات بدك الإرادة على أنه تشغل أنه بأي منطقة الخزينة الأمريكية توصل بتقلي في بنك بلبنان عم بيبيض أموال وشارع الحمر ما فيه يوصل له يعني معناتها فيه غياب الإرادة إلى متابعة غياب الإرادة والغياب غياب المسئولية غياب المسئولية عند المسئولين يعني عن جد مثل ما قالت لا يحتمل لأنه فعلاً هذا الموضوع يعني يعني أنا غير مقبول غير مقبول أحب أني كرر شيء اللي كترته بمآدي الأخير في جريدة النهار من كم يوم أنه حاجة بيلغه بموضوع الدعوة لانتخاب الرئيس جمهورية وزعوه شأفه ضرورة انتخاب الرئيس لأسم الثاني الشعار الثاني هو ضرورة انتظام العمل الحكومي لأن العمل الحكومي مطلق ما بيسوى كارسي 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 ميت بالمرة الدولة وضعه بالجدول لإعادة شراءة بما أنه فقدت خمسة وتسعين بالمئة من قيمتها هو طلع والنزلة ما فيك تفسرية إلا عرض وطلب نعم يعني شو في تحليل عند بالسوق راسخ أنه مثلا سبيكوليشن الدولة بتدفع سبيكوليشن عملية مضاربة فبالتالي أنا ما بشوفها كانت مهمة كنت أسأل ليش عم يطلع وهلأ رجعت نزل طبعا بس أنا بقلك أنه هيدا موضوع كمان مفروض أنه يكون إلو حل يعني الدولة التي تيجي تقول نحن رأي هاي القصة تنحل هيك موضوع الوضاعب ينحل هيك الديون الخارجية كمان بتنحل هيك الديون الخارجية مفروض أنه ما بيقدر يضلوا نساكتين بعدين أنا بعرف أنه يمكن بيقدار بيصيروا يقدموا أو بيكون الحد الأقصى في الوقت يقدموا دعاوة الدولة اللبنانية وهونيق المشكلة يعني طبعا اليوم أنا مفكال كيل صغير يعني 34 مليار دولار من إجمال إيمد السندات على لبنان إذا مناخد خمسة بالمئة منها عم نحكي عن مليار وسبعمائة مليون اليوم قدر المصر في المركز أن يعزز ميزانيته بمليار دولار بأشهر قليلة بس لماذا بدوا يحل هيدي بس نزلت آخر شهرة ثلاثة نيو عبارة مليون طبعا طبعا ما فيك تسديد دين سيادة بهالطريقة طبعا الدولة ممنوعة تكون جزء من التداول بهالسندات هذه واليوم الطريق الوحيد والممرة الألزامة هي التفاوض مع الدائنين منو بشراء هالدين هيدا وإضافة إلى ذلك نحن بدنا ناخد بعين الاعتبار عدم إدراج الدين على أي موازنة طرحت على المجلس النيابي من تاريخ التعثير المنظر مش من مصلحتهم أبدا أنه لا يدرجوها ولا يحكو فيها ولا يتذكروا هل استلشاء هيدا هل أنهم مزعجين أنه نحن ذكرناهم بها الدين الخارجي هل استلشاء واللا مبالات عن جد مزعج فيه شخص بعتلي مطلع هيك على سير اليوم القطاع المالي بلبنان قال لي أنه بعد منسوب الارتياح الذي خلفه مصرف لبنان بتعميمها على المصارف دفع ثلاثة دفعات مرة واحدة للمستفيدين من التعميمين 158 و166 تؤكد على زمة المطلع على مجريات الأمور بمصرف لبنان مصادر مالية أنه هناك حديث يدور في أروقة المجلس المركزي في مصرف لبنان حول احتمال أن يعمد إلى تطبيق القرار نفسه بالشهر بالشهر مقوي شكرا على تريح العالم الذي طالع من بيوته وصارت بلا بيوته وقعدة بالشارع رجاء رجاء 15 ألف ظالم ظالم أكتر من أنه نقبة شهر أو شهرين رجاء أنه خارج 10 ألف يعني هذا طبعاً بس أنه هذا خارجه بس أنه حتى يعني اليوم إذا عم بيعطيك 200 دولار وانت بحاجة لأكتر مضطر أنك أنت تعمل هيركا تسعين بالمئة لتقدر تحصل على كم مليون ليرا وهذا وهنا باب الأصيد على الظلم يعني اللي عم بيصير بس هيدا نحن نزل الأحتياطي في العملة الأجنبية 340 مليون من عنده يعني بعد شهر واحد يعني كل ما عملها كل ما بده ينزل بعدين نحن بدنا ناخد بهين الاعتبار على المسار هيدا أنا ما بعتقد تسهيل الصحوبات بين الأوراق النقدية ما أنه المسار اللي لازم تعتمده سلطة نقدية تسهيل الصحوبات بالأوراق النقدية بيعزز اللاثقة مش بيعزز الثقة لازم يكون هيدا بالدول المتقدمة هيدا بالأنظمة القائمة والعاملة بدولة طبيعية نحن ما في عنا شي طبيعي نعيش حالة حرب طبيعي أن يشجعه التداول بالليرة هلني ما بدون يسمعوا بصيرة الليرة هلأ عم برجع ما بدون يسمعوا بصيرة الليرة هلأ عمما هذا يعني وكأنك أنت عم تسحب مصرياتك كمواطنة لبنانية يعني متأثرة عم تسحبون مع زيرو هيركات وبالتالي هي خطوة إيجابية ولو كانت صغيرة جدا خطوة إيجابية ولكن في على النطاء الأوسع اليوم أنه في ظلم كبير وهنيك عم تعمل هيركات خمسين مش يعني إذا بتجي بتفكر فيها أنه يمكن أفضل أنه يعدل سعر الصرف صعودا من أنه يتيحوا لأنه بعدك عم تعمل هيركات بس أنا بدي أقول شغلي غير صار نعم غير صار أنه اليوم تسعة وثمانين ألف وخمسمية هيدا سعر الصرف عم نحكي كأنه هاي من المسلمات بس بعد الحرب هل سعر هيدا رح يضاين بنا نسأل أشقاءنا العرب بالواقع بالواقع هذا السعر متوقع بعد الحرب ينزل مش يطلع ينزل أكيد بناء على أي تقدير ما بتنتهي الحرب ما بتنتهي الحرب إلا نتيجة أطمئنات أوف سمسورت يعني أنت أنت تطلع على ما يسمى نيو نورمال نيو نورمال ما فيه كون أطعص من القائم حاليا ما بتجيب جانب من الحقيقة شو الحقيقة دكتور عيش شو الحقيقة أن الدولة سوف يذتب عليها التزامات ميلية كتير كبيرة غير مدرجة بالموازنة فبالتالي ستلجأ إلى طباعة العملة وضخ ديرات لبنانية مين بد يعمر البنان التحتية ما بدألك المنازل بدألك البنان المحيين رايحة باتجاه إذا الدولة اللي أنت عن تحكي عنها رايحة باتجاه الإكثار والإفراط بالدولة يعني طباعة الليرة اللبنانية ما حينفعها ما توفر لدى مصرف لبنان من أوراق نقضية اللي لما بالسنوات الماضية بده ينخرج بالسوق يشتري فيها دولار فيه ديناميكية بدأت تخلق لإنهاء الحرب يعني نحن اليوم أنت حكيت عن كيسنجر طريقة التفاوض معه يعني أنت اليوم ولا ممكن تنتهي الحرب بديناميكية تكريس ما هو عليه اليوم يعني اليوم بدأت انتهي الحرب بدك تحكي بانتخاب رئيس بدك تحكي بحكومة جديدة بدك تحكي بمنظومة بعيدة عن التسييس وعن التلوث السياسي كلها الأمور هذي بتصير تلك أساسية بس بالمين في مصاريف بدأت سير قبل مين بالمين اليوم الأعباء اليوم خسائر الحرب مقدرة بـ 25 مليار دولار كله كلام صح كله كلام صح بس مين متوقع أنه الدولة اللبنانية تتحمل الأعباء بدي يجي أموال من برع بدي يجي أموال من برع بعتقد سعر الصرف سيرطبت بمدى المساعدات وبقيمة المساعدات التي ستأتي لدعم مالية ومزانية بمدى مساهمة الدولة بتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية أنا الطريقة اللي بشوفها استقلالية مصرف لبنان بالمحلة القادمة هي بدأت تكون بيت الأصيد وأنا بعتقد اجتماع بريس بدي يجيب لنا فوق 3 أو 4 مليار دولار للإغاثة جدا متفائل لأنه لأنه اليوم إنقاذ لبنان صارت ضرورة إنقاذ لبنان صارت ضرورة لأنه عم بيشكل خطر ممكن يشكل خطر على أوروبا كلية خارج الإغاثة والنزوح ما بيجي ولا دولار ولا دولار للدولة حالية كم تتوقع أن ينتج عن مؤتمر بريس لننهي الحوار الذي سينعقد غدا بيحكوا على مليار دولار بس بدو يجي للمؤسسات تدفعون للنزحين بس هذا أول إطلاع وحي نعم سننتج رح أختم بهذا الموضوع ولكن أريد أن ننتقل إلى زميلتنا زينة بسيل شمعون اللي متواجدة قرب الحريق على مشارف يعني الربوي زينة شكرا زينة على هذه الرسالة ونطمن طبعا السلامة لجميع المواطنين عساء لا يمتد هذا الحريق أكثر ويحصلوا سكان هذه المنطقة على المساعدة الليزي منك من قبرص أو من الجيش أو من الدفاع المدني بنهاية هذا الحديث دكتور عياش يعني إذا بنا نرجع لموضوع اللائحة الرمادية أستشف أنك أنت تتوقع أن يضاف لبنان إلى اللائحة الرمادية مع ما يعنيه ذلك أم بقرأ لمصادر المعلومات يعني وقت مصرف لبنان سلم بهذا الموضوع كمان بس عم بيقول الدكتور متابع أكتر مني هالمسألة هاي لأنه هو بيتأجل القرار نعم يعني اليوم لبنان غريق إذا رميت عليك بيت ماء يعني هل سيتأثر ما بيصير شي على كل الأحوال بس في شغلة حلوها التشبيح أنه مننا كارثة نعم يعني مننا كارثة يعني ما رح تخلق ظروف بحياتنا أصعب نعم رح تسيء للعلاقة ما بين المرصاري بعض المصارف والمراسلين ويمكن بصير كلفة تحويل الأموال على لبنان بتزيد هاي دي هي حدودها نعم أنا بأعتقد هاي دي جهة طمعنة المواطن اللبناني صح اللي عنده حركة مادية نأدية بين لبنان والخارج زهابا وإيابا ما حتتأثر نعم والمصرف طبعك يعني إذا أنت اليوم المصرفك عم يقدر يعملها حيدال يقدر يعملها حتى ولو أدرج لبنان على لاحر مادية بس يمكن تطول بالك أكتر لأنه بديو يخذ وقت أكتر يمكن تكلفك أكتر وبدأ كورا أكتر وبدأ تكلفك أكتر وبدأ أشكركم على هذا الحواري اللي يعني طال عدة أمور خارج حتى إطار اللائحة الرمادية وعلى يعني ما ذكرته دكتور عياش عن إمكانية تخليص العالم من هال 15 ألف دولار المصرفية اللي علقين فيها بديشكرك على وجودك معنا بيستيديو دكتور غسان عياش الحاكم السابق النائب نائب نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ودكتور محمد فحيلي وأنت خبير في إدارة المخاطر المصرفية شكرا جزيلا لكم شكرا 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 لمشاهدي الام تي في إلى اللقاء اشتركوا في القناة